السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم عزائي طلبة الموحدة الثانية في كريطة بلسلام جامعة مقدار. نستمر معكم في سلسلة محاضرات مادة صناعة الإسلام للموحدة الثانية. حاضراتنا بعنوان دينتشار بروسسينج وفلاسكنج. أنا دكتور مصطفى مهدي. وجعل تعريف الفلسكنج من الدينتشار؟ اللي هو The process of investing the cost with the wax denture in the flask to make a two-sectional mold used for the acrylic resin denture base. The flask مثل ما نشوف بصورة Metal case or tube used in investing procedure or can be defined as sectional metal case in which a sectional mold is made of artificial stone or plaster of bullets for the purpose of compressing and processing dentures or other resinous restorations. The composition of the flask consists of the lower half which contain the cast, upper half, and the cover or lid. The flask We have two techniques used. The compressing technique which is the flask. We have the flask. We open it and put resin in the postage. Like a glass. And we press it. The other way, if we have resin in the fluid. We're going to use the injection mold technique. What is this? The two half of the flask. After doing the wax elimination of the wax. The wax. The two half of the flask. We're going to make it. We're going to make the injection of the fluid resin. The same thing. The compressive molding. The only thing. The compressive molding. The flask. The flask. As we see. In this technique, the wax button is subsoloive. ające. تقيraple Wax partent's boule and the material is injected into the mold This process allows injection of further material and electrical polymerization to compensate for the polymerization shrinkage We should explain the procedure of processing the denture in compressive molding technique النقطة الأولى هي يعني راح نثبت الكاست بعد من نسوي ونثبت الكاست ونسوي الخطوة الثانية نقطة الثالثة بعد من ثبت الكاست اللي يحتوي على الترائل دتشر ورما ثبتنا وصونا على في سيلن بلواكس على الكاست نحن لتأكد أن هناك الكاست يعني إذا ما عندنا هذا الفراغ اللي نحتاجه بعدين حتى نكمل عملية الفلاسكينج لازم نسوي ترمينج لقاعدة الكاست طبعا هذا الفراغ نحتاجه لأنه ورما نخري سبريتينج ميديم على هذا السطح هذا جزء to be filled with blaster بعد ذلك نحن 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 نصف صغيرة على المستقيم السلطات ع skate ملاحظة الشيئة من تقلال مستقرات قادمة و يضع المستقيم السلطات في مستقيم السلطة لاحظة إلى مستقيم السلطات بعدها نبدأ مستقيم السلطات أرتكي كلها مستقيم first use a mixture of blaster and stone and place in the base of the flask and so we mix of a plaster and fold the base of the flask and then we have to center the cast in the lower half of the flask and push to place until the bottom of the cast touch the base of the flask فعن بعد ما ثبتنا اللور كاست أو كاست في اللور حالة نحن يجب أن نتحرك أي اندركت في البلستر لأن الاندركت ستحرك الاندركت من المنزل من المنزل من البلستر 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 is smooth أبن بشوى بشوى البلستر و لدينا 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 بلستر بعد تنقل بلستر انه سببه مع شبه نحن Надо لدينا 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 البلستر مع شبه نحن لدينا البلستر لأن المثال ستكون مباشرة إلى الأممان من هذا الفلسك نبدأ بأماني الأممان من الوقت السلسك بإذن العلاج من الهجر والأمان من التجربة السلسك ممتع بلسجر من قبل مكتب أو البلسجر يجب أن تقوم بلسجر من قبل و حين الجفن من هناك أي قطاعات بإذن بقبت المكتب على المكتب بعد الزلاجة أو الثلاج بلسطر أجل المصر والفزن العوجية الحراء المضاوية الدينية ي تنظيف على الثلاجة 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 بعد المسطن المصر ثلاثة الثلاجة والتحيي يفعله حتى يتضلع الثلاجة والثلاجة و بعض الهجرة يترك في الهجرة في المتابعة حوال الهجرة و هذا يهم الأساسي لتعرفة مطلع من المتابعة بعد تفتح الفلسك الهجرة يترك للهجرة ملتاً لكي تفتح الهجرة بعد ما كمنا بورنج للأبرهاز الفلسك نحن نخلي الفلسك هذا الجزء يسميه كلامب اللي هو وضيفته انه راح يمسكنني و يمنع الفلسك و يمنع فتح الأجزاء ماته دورنج الهجرة بعد ما ثبتنا الفلسك بالكلامب مثل ما نشوف بهذه الصورة ثم فلسك نزلح الفلسك على الخليط و اضعه الى المتابعة من الجزء ببعضة الواس كلها راح يدوب اللي احنا سوينه بيه البيز واللي مثبتنه الاخريليك بيز والاسنان راح تبقى عبن الاسنان مثبته بالفلاسك وهذه الاجزاء كلها راح الذوب جسلا استعمال الواس voice نحتاج الاسمسال وضع الواس لتفاعل الواسات المشكلة فجمسات التخبير تجول الواسات تجول الواسات الم Leave بهذا جميل قمت بإبعادتها تجول الواسات الفائل وظفتن الواسات المشكلة بالاستعمال الواسات الموجودة للتجول الواسات المشكلة كما نشوف هنا هذا الفلاسك بعد ما كملنا الواكس المنظفنا بالديرجينت وخسنا بالديرجينت وخسنا بالديرجينت وخسنا بالديرجينت راح نشوف انه الاسترار راح هتكون ثابتة بجزء علوي للفلاسك and we have to to remove all the traces of remaining wax on the surface of the teeth because it will prevent further and later on adhesion of this part of the teeth to the acrylic مثل ما نشوفه هنا عدنا الأسنان تبقى نظيفة لازم وح تبقى عدنا الأسنان مثبته بجزء علوي للفلاسك إن أكد على نقلة مهمة إنه أساسيال لترموذ كل الواقس رمياني على المفتاح من المفتاح لأن المفتاح لا يتضح للمفتاح إذا كانت مفتاحاً مع المفتاح بعد ذلك يجب أن نقوم بقى المفتاح ونحن لتضرب ونحن نقوم بقى المفتاح مثل ما نشوف رح يبقى عدنا الجزء العلوي مثبته بالأسنان نظيفة الضامن الجزء السفلي بعد ما أزلنا الدنشر بايز والواقس رح يشوفون بقالب الدنشر فهو نحن نسوي قالب للدنشر الجزء السفلي رح يمثل البيز رح نشوف به هذا التشيوسايد وهذه الأسنان مثبته لا تدخلون أنه هاي الأجزاء رح أثبتها واحد على الثاني رح يصير عندنا فراغ باستخدام 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 بعد ذلك رح نبدأ بخطوة الباكينغ و وأصف باستخدام نجع على خطوة البالكة والدكوري حول عادة لأخلاء الأطباء المتصفى من المحلقة من المتصفى ونقرر على مخلصة مقابلة عادة لنستخدم 10cc من المحلق و 30cc من المحلق لتحدث لبالك المتصفى من المحلق بعد المحلقة من المتصفى في الجهر المتصفى ونقرر إلى الأطباء لتقدم بالك هذا الأبر حافة الفلاسك اللي هو يحتوي على الأسنان بيشور توبروز اتول into the area around the teeth use enough material to ensure overbucking on the first closure using nylon sheets at least two trial closure are done and before the final closure thin layer of separatic medium is applied on the cast برجع ببج hydraulic brace of about 100 kg then the flux is put in spring clamp sheet is removed and then the two halves of the flux are closed tightly it is essential to have a metal to metal contact so after we leave the heat cure acrylic which will reach the door stage in the upper half of the flask we will leave this side with nylon sheets and then we will remove the flask we will leave the hydraulic brace we will leave the hydraulic brace and then we will open it for a second so we will check it if we have air bubbles or there will be a metal to make the heat cure acrylic and then we will easily add plastic back to the نغلق الفلاسك نخليه بالبريس ونكبسه بالقوة المذكورة اللي تكون موجودة على شكل قيج بالبريس ويجب ان نتأكد تماما انه الحافوات المعدنية للفلاسك تكون متلاسقة تماما مثل ما نشوف هذه الصورة بعد ما نقوم بوضع الفلاسك بالبريس راح نضغطي نوصل الى قوة ميت كيلوغرام فراح نشوف انه نفتح مرة ثانية مثل ما سوينا بالخطوة السابقة نشيك الشغل مالتنا نرجع لكبسة كبسة ثانية راح يطلع كمية اقل من بعد ما ضمننا هذا الشي راح نخلي بالكلام اللي هو هذا الشي هذه الاداة اللي تحتوي على سكرو من من الاعلى and we have to ensure that this screw is tightened completely بعد ما كمنا عملية وضع الفلاسك بالكلام نجي على خطوة الكورينج بالنسبة لدورة البطيئة بها خصائص معينة مواصفات معينة من حيث درجة الحرارة والوقت طريقة الثانية بها خطوة الكورينج ساكل بالنسبة لطريقة الرابد الكورينج ساكل الفلاسك بالنسبة لطريقة الرابد الكورينج ساكل الفلاسك بالنسبة لطريقة الأولى because most of the conversion of the monomer to the volume occurs during the period at 70 degree برابد الكورينج ساكل مثل المثل من المثل المثل من المثل المثل من المثل بعد ما نكمل عملية الكورينج نجي على خطوة الفلاسك المثل من المثل المثل من المثل من المثل نجي إلى الجزء الثاني من المحاضرة وهو طبعاً عندنا طريقتين لعمل الطريقة الأولى إنه محتفظين بال اللي مثبت حالي راح نقدر راح نقدر نثبت عندما خلصنا عملية البروستسيق كما شفنا في المحاضرة السابقة عندما خلصنا عملية البروستسيق نقدر نرجع على ارتكريتر ونقوم بعمل عملية التعديل للأطباق لماذا يحدث لنا او لماذا نحتاج تعديل للأطباق سوف يحدث لنا حركة الأسلام أثناء عملية البروستسيق وهذه الحركة بحاجة لتعديل حتى نحصل على الأطباق الجيد والمثالي وأيضا النشطة متوفر ونقوم بعملية البروستسيق ونقوم بعملية البروستسيق أيضاً راح تحدث بدرجات حرارة عالية فهي كلها راح يسوي لي dimensional changes تحتاج إلى تعديل. This tooth movement is due to dimensional change in the wax and the investing material and in the recent denture phase during the curing. Occlusal discrepancy caused by these dimensional changes ordinarily are removed before the denture are abolished. Causes of errors in occlusions 1. inaccurate maxillomandibular relations recorded by the dentist 2. errors made in the transfer of maxillomandibular relations to the articulator 3. failure to use the face bow and subsequently changing in the vertical relation on the articulator 4. failure to seat the occlusion rims correctly on the cast or elfeating record base 5. incorrect arrangement of the posterior teeth 5. failure to close the flask completely during the processing 6. rubbish of the dentures by overheating them in the polishing stage 6. dimensional changes of the acrylic resin or denture-based material 7. errors that are the result of the processing changes can be eliminated before the searching of the denture in the patient's mouth correcting by correcting the occlusal surface by the process called selective grinding. Selective grinding can be defined as modification of the occlusal forms of the teeth. This is the occlusal forms of the teeth according to the plan. 7. the modification of the occlusal form the teeth by grinding a selected places marked by spots made by articulating paper or marked by parts of the teeth cutting through a layer of the wax placed over the teeth. So we are going to add the articulating paper between the occlusal surface and 8. to perform some movement of the articulator like a protrusion movement or a lateral movement. 9. the dark spots indicate premature contact can be eliminated to perform the procedure of selective grinding. 9. the correction of the occlusal errors 10. the two methods are generally used to correcting the errors due to the processing changes 10. in both the occlusal surfaces of the teeth are altered by selective grinding. 10. the first method is intraoral 10. like we have mentioned before 10. inside the patient mouth. 10. after the insertion 10. the second method is extra oral on the articulator in the laboratory. 10. the second method is intraoral on the articulator in the laboratory. 10. the second method is intraoral on the articulator in the laboratory. 11. after the insertion of the denture inside the patient mouth 12. and by using the articulating paper on the occlusal surface and the patient can perform 13. the front movement like protrusion or lateral movement. 13. the premature contact that appears as a dark spot will have to be reduced lightly. 14. the disadvantage of intraoral method 14. it is difficult to see the errors because the soft tissue will be distorted and obscure the errors. 15. also the denture base will be shifted in relation to the underlying bone when there is 15. error in occlusion due to the resiliency of the soft tissue. 15. also the articulating paper marks are likely to be incorrect due to the presence of saliva. 16. also the central of the jaw position depends entirely on the ability of the patient to place 16. and move the jaw correctly. 16. and move the jaw correctly. 16. we get to the advantages of the extra oral on the articulator correction. 16. which we remember is that we are going to return the denture on the articulator. 16. and we do the remounting procedure. and we do the selective grading extra oral. 16. the advantage of this method is that it is more visible, easily replicated, easily corrected by the selective grading. also the articulating paper marks can be quite easily made on dry mouth 16. or on dry teeth because of the absence of saliva. also making the correction away from the patient. 16. thus there is a physiological advantage that the patient cannot see the correction inside the patient's 16. because if the patient sometimes see a lot of correction inside the patient's mouth. he will be 16. not sure of the treatment option for him. 16. articulating paper and wax sheet can be used to detect the premature contact. 16. although it's preferable to use the wax sheet because the premature contact will cause 16. a cusp to penetrate through the wax indicating every contact area. 16. let's see if we use the sheet wax. we use the sheet wax. 16. for example, we have this link bolt cusp of the lower molar will penetrate the wax sheets and appear clearly. 16. that can be corrected. 16. in the case of the application paper, 16. this scene will be used with red mark or blue mark depending on the color of the 16. the articulating paper. 16. the articulating paper can be used to correct the premature contact. 16. in the case of the complete denture. and after putting the articulating paper inside the patient's mouth, 16. we can see the heavy occluding spots that this heavy spotted occluding spots have to be corrected. 16. as we see here, only the يجب عليها ل Learnware و رفين and equalize the eccentric occlusion, perfect the working and the balancing occlusion, also correct the protrusive occlusion. Rules of selective grinding Never grind eccentric cusp tip unless it contacts prematurely in all excursions of the mandible. Always grind the opposing faucet. يعني في حالة حدنا cusp and faucet we have never to grind the cusp tip we have to grind from the opposing faucet. Also we have to utilize the polar rule when perfecting work occlusion, grind the buckle cusp ridge of the upper and the lingual cusp ridge on the lower. Also when grinding to perfect the balancing occlusion, never grind the interfering cusp tip but grind the cusp inclines. يعني مثل ما نشوف عندنا هناك cusp tip When interfering we have to never grind the cusp tip but grind the opposing inclines. And correcting the protrusive interference in the anterior teeth, grind of the labial portion of the incisal edge of the lower teeth and the lingual portion palatal surface of the upper teeth. For interference in the posterior teeth, reduce the upper buccal cusp slopes and the lower lingual cusp slopes. In a protrusive balance, the anterior teeth should make incisal edge contact at the same time without the tips of the buccal and lingual cusp of the posterior teeth contact. If the anterior teeth have heavy contact with no posterior contact, reduce the labial incisal surface of the lower teeth and the blatal surface of the upper teeth. Also, if the posterior teeth have heavy contact with no anterior teeth contact, reduce the distal inclines of the upper cusp and the mesial inclines of the lower cusp. Also, if the cusp is in premature contact in the centric relation. As you can see here in this video, it is also premature in balancing or working. Then the cusp should be reduced. For centric prematurity, if the cusp is in premature contact in centric relation but is not in working or balancing prematurity, then the opposing fossil or marginal ridge should be reduced. When adjusting working prematurity, we have to reduce the lingual incline of the buccal cusp, other lingual incline glands of the level of the buccal cusp of the maxillary teeth, or the buccal incline plane of the lingual cusp of the mandibular teeth. This is the preferred to add the rule of bull. This is the buccal of the upper and lingual of the lower. And it applies to the working side only. If there is premature contact on the balancing side, then we have to adjust the buccal incline plane of the lingual cusp of the maxillary teeth. Do not adjust both upper and lower. Try not to adjust the tip of the cusp because it's centric holes. holding the cusp or it's called centric holding cusp that must be maintained. Also, if there is premature contact in the protrusive excursion, then the desired contact may be obtained by adjusting the distal cusp inclines of the upper teeth or the mesial cusp inclines of the lower teeth. This is the end of the lecture. Thank you for your listening. With a slice of cusp of the length up the null. First one up the maxillary tymutsc exit h creates a smaller outcome type. Click on that side type of confusing.